قال المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر المكون من أحزاب الجيل الديمقراطي والاتحاد والإصلاح والنهضة ومصر القومي إنه قدم رؤية متكاملة لمناقشتها في لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن المحور السياسي تشمل علاج ملف المحبوسين احتياطيا بصفة عامة وبصفة خاصة المحبوسين على ذمة قضايا الرأي والنشر والتعبير وذلك من خلال تعديل تشريعي يحدد السقف الزمني الأعلى لقرارات النيابة بالحبس الاحتياطية مشددا على أنه ناقش في اجتماع اليوم ملفا بأسماء المحبوسين احتياطيا لتقديمه للجنة العفو الرئاسي للعمل عليه مع النيابة العامة ووزارة الداخلية ووجه المجلس التحية والتقدير لكل ما قامت به لجنة العفو الرئاسي منذ تشكيلها وتوسيع عضوياتها وإضافة صلاحيات جديدة لها ببحث حالات سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا ودمجهم مجتمعيا بعد الإفراج عنهم مؤكدا أنها من أكبر إيجابيات الحوار الوطنية واعتبر تنسيقها مع إجهزة النيابة العامة ووزارة الداخلية نوع من أنواع الحوار العالي الذي أحدث حراكا إيجابيا في الشارع الحزبية هذا وأكد المجلس أنه يرى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتحديد مدة الحبس الاحتياطي له الأولوية في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن والتي أصبحت فيه جلسات الحوار الوطنية على الأبواب مؤكدا أن تعديل القانون سيحل مشكلة المحبوسين احتياطيا بشكل جذري يشير المجلس الرئاسي للطيارة الإصلاحية الحر إلى أنه يرى من الأهمية استمرار عمل لجنة العفور الرئاسي مع بدء جلسات الحوار الوطني في مراجعة كافة ملفات المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الإرهاب والإفراج عنهم امتباعا مع استمرار مناقشات الحوار الوطني حول التعديلات التشريعية المطلوبة ادخالها على قانون الإجراءات الجنائية لعلاج هذا الملف من جذوره مؤكدا همية البدء في جلسات اللجان الفرعية المنبثقة عن المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالتوازي بحيث تكون لدينا رؤية متكاملة وواضحة لترجمتها لقرارات رئاسية تنفيذية أو لتعديلات تشريعية يرفعها الرئيس السيسي إلى البرلمان بغرفتها